على الدور الذي تلعبه في مجال التكوين المهني ضمن الاهتمام بالتكوين المهني والرفع من أدائه باحتباره أحد الأدوات الرئيسة لتحقيق برامج التنمية الشاملة تأتي زيارة وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف لمدرسة التعليم الفني والتكوين المهني والبناء والأشغال العمومية بالرياض في ولاية واكشوت الجنوبية حيث تجول الوزير والوفد المرافق له داخل أقسام المدرسة بدءاً بقسم الخياطة والتطريز وقسم التبريد والتكييف وأقسام النجارة الخشبية والتمديدات الصحية ونجارة الألمنيوم بالإضافة إلى الأشغال العامة والهندسة المدنية والكهرباء المنزلية مروراً بالمدرج والمختبر وانتهاءً بمصلحتي الدروس والتدريبات والتكوين والتشغيل وفي كل قسم من الأقسام المزورة استمع الوزير لشروح مفصلة عن طبيعة التكوين فيها اليوم بصحبة السيطات الإدارية وعمدة المقاطعة وإدارات التكوين الفني والمهني اللي شارفة على ذلك اخترنا نعدل لهذه الزيارة مع الشركاء من ألمانيا اللي هم اللي يدعموها فنيا نعدل لهذه الزيارة في المرحلة اللي يتم فيها إعداد خطة العمل للسنين المقبلة اخترنا نوقفه مع وطر هذه المدرسة مع مكوينينها ومع هيئات دعمها أعلن خطة العمل اللي يحضروا السنين المقبلة أعلنها تشمل كل إجراءات اللي هي تضمن على هذه المدرسة تؤدي الدور اللي منوط بيها يسولك اللي من اقتصادي بتوفير يد العامل الاقتصاد الوطني يسولك من الاجتماعي من أجل فتح وفرص تكوين وتأهيل قدام الشباب الموريتاني باش يلجي السوق العمل وقد تم اختيار مقاطعة الرياض بولاية واكشوت الجنوبية لاحتضان هذه المنشأة التكوينية والتي تتربع على مساحة تقدر بثلاثة وثلاثين ألف متر مربع المعهد نحن نعتبر بشوهرة في الرياض ومهم عندنا يحافظ عليه بصفته اللي يجي فيها ما نتكلم عن حتى التعليم حتى اللي هو مظهره هو من نفسه مهم عندنا أن يحافظ عليه والبلدية بقى مستعدة لا تعاونوا في ذاك وغاية الحالة كي تقال الوالي مولي السلطات إدارية كاملة مستعدة له ومستعدين نتعاونوا نحن والطاقم التربوي الذوق الشباب اللي قد يعود عندنا نحن ويقود يعودوا لا وخلا ولا يعودوا ينحرفوا يشوفوا معهم ذلك التكوين اللي يعود بسيط على مستوىهم ويقضوا عدل يجاكلوا يمشوهم كاملين في الحياة وهو اسم العملية وهذا هو هدف إنشاءه وهدف أخامة العادة الجمهورية لن يبقى حد على الطريق حد ما هم متكونوا عند مهنة لا يبقى في الطريق وتشمل التخصصات المتوفرة في المدرسة 27 تخصصا فنيا هذه المؤسسة اليوم تستقبل أكثر من ألف متدرب في عدة تخصصات إلى الآن استطعنا بأننا كونوف 27 تخصص الآن فيها البعض فاتتخرج جديد سنة والآن هذو الخريجين في مرحلة التدريب سيدخونا بالسوق إن شاء الله عن قريب وسنصل للسنة المقبلة إن شاء الله إلى مضاعفة العدد وكذلك السنة القادمة إن شاء الله لنضاعف العدد لنصل لذلك الهدف المنشود الذي ارسم رئيس الجمهورية الزيارة شهدت عقد اجتماع مع طاقم المدرسة حيث تم تقديم عرض عن المؤسسة والتخصصات التي تتيحها للشباب ومدام وائمتها مع سوق العمل كما تم التطرق للمطالب كتصحيح وضعية عمال المدرسة وربط مؤسسات التكوين المهني بمؤسسات الانتاج إضافة لاستخدام التقنيات الحديثة في التدريب